في فقرة العيادة اليوم تؤكد دراسة جديدة أن صحة كبار السن تتأثر بالأمراض التي تتعلق بالجفاف كأمراض الكلاوة الدم والقلب ويشير باحثون إلى أهمية ترطيب الجسم وشرب المياه مع التقدم في العمر بسبب دور ذلك في تعزيز عمل وظائف العضاء الداخلية شربوا الماء بكثرة كلما أتيحت لكم الفرصة نصيحة وردت في دراسة نشرتها مجلة علم وظائف الأعضاء في جامعة أوتاوى الكندية وأكدها الأطباء والباحثون خصوصا فيما يتعلق بصحة كبار السن تشير الدراسة إلى أنه كلما تقدم الإنسان في العمر زادت حاجته إلى شرب مزيد من الماء للمساعدة في مواجهة مجموعة مشكلات صحية قد يعانيها ويركز الأطباء على أن مركز العطش يتغير عند كبار السن فهم قد لا يشعرون بالرغبة بشرب الماء مما ينعكس سلبا على صحتهم ونشاطهم خصوصا إذا تعرضوا لضربة شمس أو تعرقوا بشكل كبير وبدون شرب كمية وافية من الماء قد يسمر الجفاف لدى كبار السن ويزداد ليصل إلى مستويات خطيرة إذ وفق الأطباء فإن أول عضو يعاني الجفاف هو الكلة التي قد تتأثر بهذه المشكلة كثيرا ما يؤدي لإصابة الشخص بفشل كلوي حاد قد يهدد حياته معنا من دبي اختصاصية الصحة العامة دكتورة جزلة فضة صباحك الله بالخير يا دكتورة أهل سهلا فيكي معنا اليوم يعني يمكن ناس كثير تستهين بهذا الموضوع لكن لو عرفوا أهميته فعلا ياخذوا على محمل الجد خصوصا أنه في ناس ما تشرب المياه على مدار اليوم أو اليومين ما يشربوا مياه يشربوا ممكن شاي قهوة غيره من السوائل ما خطورة ذلك على صحة الإنسان فعلا أول شي صباح الخير إليك معها وصباح الخير لكي مشاهدين هلأ طبعا نحن الماء يشكل سلثي وزن الجسم يعني من ستين إلى سبعين بالمئة من وزن الجسم الماء ضروري جدا لصحة الجسم الماء ضروري للقيام بالوظائف الحيوية القيام بالاستقلاب وعملية الاستقلاب وحرق الدهوم تنظيم درجة حرارة الجسم هذا شيء كتير مهم الماء ضروري لتنشيط الدورة الدوموية قلة الماء تؤدي إلى تشكل حصى في الكلية تؤدي إلى تشكل الإمساك طبعا يؤدي إلى جفاف البشرة جفاف البشرة يؤدي إلى ظهور التجاعد وإلى الشيخوخة المبكرة لذلك أهمية شرب الماء تشكل فعلا موضوع مهم جدا يجب الحرص عليه وطبعا بالنسبة لكميات الماء التي نشربها تتعلق بحسب العمر حسب عمر الشخص حسب وزن الشخص حسب الإجهاد الذي يقوم به جهد الحرك الذي يقوم به أو النشاط حسب وجود بعض الأمراض في الجسم كل هذه العوامل هي تستدعي شرب الماء بشكل طبعا الحرص على شرب الماء خلينا أعطيكي مثال مثلا بما يتعلق طبعا بالإضافة أن الماء يشكل مثل ما أنا نسبة كبيرة من أعضاء الجسم يعني يشكل 90% من الدم ويشكل 75% من الدماء مثلا الأطفال يحتاجون من 0.8 إلى 1.4 لتر من الماء يوميا يعني بما يعادل 5 إلى 6 أكواب المراهقين يحتاجون إلى 1.6 لتر في اليوم الأشخاص البالغين يحتاجون إلى لترين من المياه بما يعادل 8 أكواب الآن الشخص المسن يحتاج إلى 1.7 لتر من المياه وهي ما تعادل 6 إلى 7 أكواب ولكن نحرص على الأشخاص الكبار في السن أن يشربوا 6 أكواب من الماء غير الماء الموجود في الأغذية طيب دكتورة يعني هل في علامات؟ الماء يتبط بالوزن لازم لكل تفضلي تفضلي وبعدين كل كيلوغرام بس هذه المعلومة مهمة جدا تفضلي نعم كل كيلوغرام من الجسم يحتاج إلى 30 ميلي لتر من الماء يعني شخص وزنه 60 كيلوغرام يحتاج إلى 1800 ميلي لتر يعني 1.8 لتر من الماء 1.8 إذا وزنه 60 إذا وزنه 60 يعني لكل كيلوغرام 30 ميلي لتر طيب يحتاج إلى جسم دكتور الآن نحن ندخلين على فصل الشتاء وفصل الشتاء عادة الناس لا تحس بيعطش زي فصل الصيف كيف ممكن أن نحفز نفسنا لشرب الماء أكثر؟ هل في علامات تدلل لنا أنه فعلا جسمنا يشعر بالعطش؟ تماما بفصل الشتاء يقل التعرق يقل الجهد يقل تضفق الدم لأن الأوعية الدموية تقوم بالانقيبات تقلل من أو تحتفظ بالحرارة لكن لا يزال هناك ضرورة لشرب الكثير من الماء هناك علامات يعني إذا أحسسنا بجفاف الحلق جفاف العين جفاف الجلد الإمساك قلة التبول أقل من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم كلها علامات تدل على فقدان أو على الحاجة إلى المياه في جسمنا لأنه على المدى البعيد ممكن حاجتنا إلى الماء تؤدي إلى حدوث حصى في الكلية تؤدي إلى حدوث الإمساك المزمن تؤدي إلى حدوث مثل ما أن جفاف في البشرة والشيخوخة المبكرة لذلك يجب أن نحرص حتى بفصل الشتاء عدم إحساسنا بالعطش لا يعني أن جسمنا لا يحتاج إلى الماء يجب أن نحافظ على كمية الماء التي ذكرناها حسب العمر وحسب وزن الشخص في اليوم طيب دكتورة ليش كبار السن يزداد أهمية شرب الماء عندهم عن الشباب مثلا هو مهم للاثنين لكن ليش دائما نركز على أنه كبار السن لازم يشربوا الماء بشكل أكبر طبعا لأنه كبار السن عند المشكلة أنه مركز العطش في الدماغ في منطقة بالدماغ اسمها الهايبوتولامس أو تحت الميهات هذه المنطقة هي المسؤولة عن تنظيم حرارة الجسم الجسم ينظم حرارته بعدة آليات آليات التعرق آليات تنظيم تضفق الدم أو توجيه تضفق الدم ووجود الدهون تحت الجسم ماذا يحصل عند المادة الدهنية تحت الجسم تحافظ على درجة احتفاظ بدرجة الحرارة كبار السن ماذا يحصل لديهم كبار السن أولا مركز العطش يتدهور في الدماغ فلا يحسون بالعطش هذا يؤدي إلى جفاف المادة الدهنية الموجودة تحت الجلد تقل فكمان لا يستطيعون أن يحافظوا على درجة حرارة الجسم آليات تنظيم الحرارة عبر تضفق الدم تقل بيصير في عندهم كمان قلة إفراز العرق بيصير في عندهم مثل ما أن مراكز العطش تضعف قلة شرب المياه التي تؤدي إلى جفاف إضافة إلى أنهم يتناولون الكثير من الأدوية وبعض الأدوية تؤدي إلى قلة إفراز العرق طبعا كل هذه الأمور هي تجعلهم لا يشعرون بالعطش لذلك يقل شربهم للماء وهذا يؤدي إلى جفاف لكن هذا يؤثر بشكل كبير على الكلة وعلى القلب فممكن أن قلة المياه تؤدي إلى قلة تضفق الدم قلة تنشيط الدورة الدموية قلة وصول الدم إلى الكلة وبالتالي تراكم الحصة وحصوص سبحان الله يعني كما ذكر في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي وإحنا فعلا أحياء وعضاءنا حية بداخل أجسامنا بسبب شرب الماء بشكل كافي يعطيك ألف عافية شكرا جزيلا لك يا دكتورة على كل هذه المعلومات والتفاصيل اختصاصية الصحة العامة من دبي دكتورة جزيلا فضة كانت معنا اليوم